السابع عشر أفريل الفين اثنين وعشرين يوم خرجت الجزائر من نفق طال إيجاد منفذه أخيراً وبعد سنتين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً صفر حالة إصابة بفيروس كورونا الخبر الذي طاقت المنابر الإعلامية إعلانه وبثه بعد فترة كادت لا تنتهي من متابعة أعداد الإصابات والوفيات يومياً الإصابة الأولى التي استفتحت بها البلاد مضار الوباء كانت يوم الخامس والعشرين فيفري من سنة 2020 للرعية الإيطالي لتتدرج بعدها إلى جميع أنحائه عبر مواجات استحكمت فيها متحورات الفيروس مهلكة الألاف من المواطنين والبداية كانت باستنزاف الأطقم الطبية التي خسرت الكثير من جنودها في حربها ضد كوفيد-19 فبعد سنة من واجهة الفيروس بدون سلاح أتت الموالية باللقاح الذي استنجد به ملايين من الناس وحسب الأرقام التي أعلنتها لجنة متابعة كوفيد-19 حتى اليوم فقد بلغ إجمالي الإصابات في الجزائر أكثر من 200 ألف إصابة والمعبرة فقط عن اختبارات تحليل بيسير أما عن الوفيات فقد تجاوزت في مجملها الستة ألاف بعدما عرف تراجعاً منذ موجة أوميكرون التي استبشر منها الخبراء خيراً فتوقف أخيراً يوم 17 أبريل 2022 هذا العداد عن إحصاء ضحايا الوباء ليصبح ذكراً أفقدت وأوجعت الكثيرين ثم انقضت